مبادرة المهوبون العرب هي مبادرة جميلة ورائعة من ناحية الوقت والمكان وأيضاً الأشخاص فهي تختار الطلاب المتميزين علمياً في المدارس والمعاهد كي تنمي مهاراتهم ويصبحوا يعني متميزين علمياً على المدارس وعلى المجتمع حياتي العلمية منذ أن دخلت المدرسة ولله الحمد كنت متفوقاً على زمنائي في النواد العلمية خصوصاً مادة العلوم الرياضية وهذا أول شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل المعلمين الذين اكتهدوا في إصال المعلومة إلي إلى إلي الذي ساعدني على التفوق في المدرسة علمياً وعملياً طبعاً منذ أن بدأت المدرسة ولله الحمد يعني بدأت تارة تارة حتى وصل المعلومات إلى ذهني فبدأت أولاً بالتخطيط للدراسة والمذاكرة وكنت أستغل وقتي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فلنصح الطلاب باستغلال الوقت ثانياً قمت للمعلمين شد انتباههم تركيزي لهم وحبي للمواد العلمية خاصة الرياضيات وكنت متفوقاً في هذه المادة ولله الحمد كنت في المدرسة وشارك في المسابقات العلمية التي تقيمها المدرسة فشاركت فيها وكذة عزيماً فتفوقت وحصلت على المرايز العليا التي نمت مهاراتي في هذه البواد مواد العلوم ومواد الرياضية كان أدائي في مقياس مبادرة الموادون العرب كان ممتاز ولله الحمد فتعلمت منه أشياء كثيرة تعلمت منه القوانين والمسابقات الرياضية التي تنمي مهاراتي الذهنية والعقلية طبعاً هذه المبادرة أثرت فيها تأثيراً كبيراً فنمت مهاراتي الذهنية والعقلية وعلمت أخطاء وساعدتني في كثير من الحياة اليومية طبعاً كان أساس ترشيحي من دولتي هو التفوق والتمييز والأداء الممتاز في مبادرة الموادون العرب أنا حقيقةً فخور بهذا الترشيح وأشعر بأني أحمل مسؤولية كاملة تجاه هذا الوطن العزيز أحقق رؤية المهربون العرب بتأكلي وتمييزي علمياً على الوطن طموحي القادم أن أتأهل على مستوى الخليج العربي ونمثل السلطنة عمان العزيزة طموحي القادم هو الاستمرار في النجاح والتمييز وبذل قصارى جهدي للتأكل والتمييز في المستقبل ترجمة نانسي قنقر